هذا وتتواصل الاستعدادات بمدينة شرمشيخ لاستضافة أكبر مؤتمر علامي في عام 2022 والذي يتمثل في قيمة المناخ خلال شهر نوفمبر القادم وذلك بمشاركة من مختلف أنحاء العالم لمناقشة قضايا المناخ والحد من ظاهرة الاحتباس الحرارية وللمزيد ينضم إلينا من مدينة السلام الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري أحمد طلعنا على أبرز ما تفقده رئيس الوزراء اليوم وآخر الاستعدادات الجارية بالمدينة يعني بداية إيمان يتبقى نحو ثلاثة أسابيع على هذا المؤتمر الهام قيمة المناخ كوب 27 والتي طوقت في السادس من نوفمبر القادم بمشيئة الله كان دولة رئيس الوزراء قد قام على مدار يومين بزيارة مدينة شرمشيخ والوقوف على الاستعدادات وفي اليوم الثاني من الزيارة قام بزيارة مدينة سانت كاترين في جنوب سيناء في اليوم الأول توجه رئيس الوزراء إلى مطار شرمشيخ الدولي واطمئن على سير العمل وتحدث مع العاملين ثم توجه بعد ذلك إلى المنطقة الخضراء وتابع سير العمل والتشريبات النهائية في هذه المنطقة بالإضافة إلى حديقة السلام التي تشمل أو تضم حوالي 12 ألف متر مربع وتشتمل أيضا هذه الحديقة على نباتات طبيعية نباتات الكثير من النباتات التي قد تنقرد بالإضافة بعد ذلك توجه أيضا إلى المنطقة الزرقاء واطمئن أيضا على سير العمل هذه المنطقة الزرقاء التي تتوالى إدارتها الأمم المتحدة عقب ذلك قام بجولة ليلية في الممشى السياحة الذي أتواجد فيه حاليا وكذلك الممشى السياحي في خليج نعمة وبعد تطويره في اليوم الثاني من زيارة سيد رئيس الوزراء الدكتور مصفى المدبولي تواجه إلى مدينة سانت كاترين وبدأ أوستال هذه الزيارة بزيارة مطار سانت كاترين والذي أصبح يتسع لستمائة راكب في الساعة وبعد ذلك توجه إلى مركز الزوار الجديد في مدخل مدينة سانت كاترين بالإضافة إلى مشروع التجلي الأعظم وعدد من المشروعات أيضا التي يتم تنفيذها في مدينة سانت كاترين كالفندق الجبلي وغيرها من المشروعات وبذلك نحن نتابع هذه الزيارة الهمة للوقوف على آخر الاستعدادات هنا في مدينة شرم الشيخ استعدادا لاستقبال قمة المناخ حيث اتمأن رئيس الوزراء على سير العمل والتشتبات والتجهزات التي تتم هنا في مدينة السلام أو المدينة الخضراء بالإضافة إلى أنه قام اليوم أيضا بمتابعة منظومة النقل الذكي من الأوتوبيسات الصديقة للبيئة سواء التي تعمل بيئة الكهرباء أو التي تعمل بيئة الغاز الطبيعي نحن نتحدث عن 260 حافلة منها 120 حافلة تعمل بالغاز و140 حافلة أخرى تعمل بالشحن الكهرباء في أصبحت مدينة شرم الشيخ جاهزة لاستقبال هذه القمة الهمة لقمة المناخ كوبس 27 في شهر نوفمبر القادم بإذن الله إليك إيمان في الستوديو أشكرك جزيلا أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من مدينة شرم الشيخ